بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة مجددا في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية بدأنا في المحاضرة السابقة في تناول النمو الحركي للكفيف وتناولنا تأخر النمو الحركي لدى الكفيف نتناول في محاضرة اليوم باقي عوامل النمو الحركي لدى الكفيف أهداف المحاضرة يتوقع بعون الله بعد انتهاءك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تعرف اللزمات الحركية أو ما يسمى السلوك النمطي تفرق بين تصنيفات عدة لسلوك النمطي تفسر كيفية تفادي الكفيف للعوائق تتعرف مشكلات وعيوب القوام لدى الكفيف تجري بعض الأنشطة التي تنمي المهارات الحركية لدى الطفل الكفيف تحدثنا في المحاضرة الماضية على أن خصائص النمو الحركي لدى الكفيف أربع هي تأخر النمو الحركي وتناولناه في المحاضرة السابقة نتناول اليوم باقي هذه الأربع ومنها رقم اثنان اللزمات الحركية أو ما يسمى بالحركات النمطية ما المقصود باللزمات الحركية أو السلوك النمطي أو الحركات النمطية هي أفعال تكرارية تستهدف الإثارة الزاتية وهي غير هادفة ليس لها هدف ومن الأشكال التي أخذها هذا السلوك الضغط على العين بالأصبع أو فرق العينين أو هز الجسم إلى الأمام والخلف هناك بعض الأفراد حتى في العادي يكررون أمات سلوكية معينة بدون هدف يعني بشكل تلقائي لكن هذه الأمور لدى الكفيف هناك أمور معينة يكررها منها الضغط بالأصبع على عينه أو فرق عينه أو الهز الجسم إلى الأمام والخلف هذه السلوكيات تسمى باللزمات الحركية هناك تصنيفات عدة للسلوك النمطي لدى الطفل الكفيف منها الأفعال النمطية المتعلقة بالأصابع والأيدي الإثارة اللمسية الإثارة الجسدية الحركية هناك تصنيف آخر خماسي ويقسمها إلى السلوك النمطي في وضع الجسم السلوك النمطي في المش السلوك النمطي في تعبيرات الوجه السلوك النمطي في الصوت السلوك النمطي السلبي والمتمثل في غياب سلوك المبصرين كيف يمكن الحد من هذه السلوكيات النمطية؟ اللي احنا ممكن كمعلمين أو كمربيين أو كمتخصصين في مجال التربية الخاصة اللي ممكن نعمله عشان نقلل من هذه السلوكيات النمطية ممكن نعمل تحسين أوضاع الطفل الكفيف وذلك بإشغاله بأشياء مشوقة ومهمة مفيدة مثل القيام بنشاط جسدي وزيادة الاحتمام بالبيئة وتحريك الطفل من مكان إلى مكان آخر ومحاولة التشديع الخاصية رقم ثلاثة من خواص النمو الحركي لدى الكفيف هي تفادي العوائق هي تفادي العوائق يتميز الكفيف بقدرة عالية على تفادي العوائق في أثناء الحركة هناك بعض العوامل المؤسرة في تنمية قدرة الكفيف على تفادي العوائق وهي العوامل الحسية اللمسية العوامل الصوتية الروائح هذه العوامل تعطي مؤشرات أو تنبيهات أو رسائل للطفل الكفيف أو الشخص الكفيف وبالتالي يستطيع من هذه المؤشرات تفادي ما يواجهه من عوامل رقم أربع عيوب وتشوهات القوام عيوب وتشوهات القوام ماذا يقصد بالقوام؟ يقصد به الترتيب النسبي لأجزاء الجسم والقوام الجيد هو تلك الحالة من التوازن العضلي الهيكلي التي تحمي البنيان الحاملة للجسم ضد الإسابات أو التشوهات المتزايدة بغض النظر عن وضع البدن سواء كان منتصبا أو مراقدا أم منحنيا من المشكلات التي تعلق بالعادات السيئة الشائعة لدى المكفوفين مشكلات بقى العيوب وتشوهات القوام رقم واحد إمالة الرأس وإزاحتها أمام خط منتصف الجسم اثنان إزاحت الأكتاف إلى الأمام بدرجات متفاوتة ثلاثة تحضب الظهر أربعة ضعف عضلات البطن مما يؤدي إلى ميل الحذام الحوضي مما ينتج عنه تقاعر العمود الفقري وشد فيه أوطار عضلات الركبة كيف تنمى المهارات الحركية لدى الكفيف؟ ماذا يجب أن نفعله كمتخصصين في مجال التوجه والحركة لتنمية المهارات الحركية؟ رقم واحد يجب البدء في التدريب على المهارات الحركية مبكرا قبل عمر المدرسة وذلك لأن التدريب المبكر يساعد في تقليل الفجوة بين المعام بصرين والطالب العادي التدريب المبكر يعلم الكفيف كيفية استخدام الأدوات المختلفة عملية التدريب بشكل عام تحتاج إلى وقت كبير لذا يجب البدء مبكرا ده كله بيفرض على المتعاملين مع المكففين أن يعوى بتلك الأساسيات وتدريب الكفيفة على تنمية وتطوير المهارات الحواس المتبقية لديه بشكل مبكر رقم اثنان المشي مع المدرب أو المرافق بطريقة صحيحة للمشي وذلك في ملعب أو مدمار أو ميدان رقم ثلاثة الدوران للخلف حيث يتم ذلك أثناء السير مع المدرب رقم أربع تبديل الخطوة من زراع إلى آخر للسير في نفس الاتجاه خمسة هبوط وصعود وهبوط المستويات المختلفة أو الدرجة المختلفة رقم ستة التتبع رقم سبع الارتكاز والانطلاق من مكان معروف للاستدلال على مكان آخر وشكرا لحسن الاستماعي